وطيرة انتاج الكمامات بالمغرب وصلت إلى 2 مليون وحدة يومياً وسيرتفع هذا الرقم إلى 5 ملايين وحدة في الأيام المقبلة هذا ما أكده وزير الصناعة والتجارة والاقصاد الأخضر والرقمي خلال زيارته لأحد الوحدات الصناعية التي تم تحويل أنشطتها لانتاج الكمامات والتي تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة كانت يسلمنا 600 ألف من اللي بدينا واليوم تدريجياً الحمد لله وصلوا نجوش المليون دي الماسك دي الكمامات يومياً الجودة من أحسن الجودة اللي كينا اليوم غادي إلا أسمحتو يعطوكم تقنيين كيفاش هاد الكنترول كيتدارو باش وصلنا لهاد الجودة وإحنا طالعين هاد الأيام المقبلة غادي نوصلوا كيف قلنا نهار ثلاث أكتر من خمسات المليون دي الكمامات اللي غادي تصنعي يومياً وزارة الصناعة وضعت معايير محددة ومواصفات عالمية لإنتاج هذه الكمامات معايير تتجلى في ضرورة توفر الكمامة على خاصية تصفية خروج اللعاب أو الرذاذ ومعايير تتعلق بالتنفس وامتصاص إفرازات الفم إضافة إلى ضرورة خلوها من المواد التقيلة حتى لا تتسبب في تهيج الجل في إطار القانون قمنا بدعوة اللجنة التقنية المكلفة بإعداد المواصفات لقدم في عضويتها مجموعة من القطاعات الوزارية من المختبرات من جمعية المستهلكين من المهنيين وقمنا عليهم بعرض هذه المواصفات وتم إغناها خلال النقاش بمقتضاية أخرى من أجل خروج بوح المواصفة المغربية ستطابق في مجمالها مع المواصفات الدولية؟ هذه التجارب التي تستطيعها في نفو المختبرات أول شيء كان الحموضة من هذا الماسك لا يريد أن يكون قريبا للحياد لكي لا يكون إلتهاب ممكن للجل تجاربا تانية هي المعادن التاقيلة يعني هذا كان واحد الإجزيجانس على هاد المعادن التاقيلة لا يريد أن يكون في الماسك لكي لا يكون خطر على المستعمل كان واحد الإجزيجانس على البرميابيتي يعني باش لا يكون تسرب ديال هذا اللعب ليقدر يكون تحمل هاد الفيروس هادا كان إجزيجانس أيضا على المادة الأولية حفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم قررت وزارة الصناعة منع بيع الكمامات بالتقسيط بالمحلات التجارية حيث قامت بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبيئة الكمامات في علب تضم عشر وحدات اشتركوا في القناة